الأستاذ حمزة رجل صالح في الستين من عمره يمتلك عمارة سكنية ويعيش مع زوجته بشقة فيها بالإضافة إلى أربعة محلات كبرى في السوق يعمل في واحد منها والباقي مؤجر وقد رزقه الله بولدين وبنتين أحسن في تعليمهم في أرقى المدارس والجامعات حتى تخرجوا وتزوجوا جميعا وأنجبوا ويعيشون في بيوتهم المستقلة بعد جائحة كورونا طلبت منه زوجته إغلاق المحل حتى لا يصاب ولكنه أصر على العمل فدعت الزوجة أولادها وأزواجهم وزوجاتهم وصنعت لهم وليمة كبيرة كي يجبر والدهم على ترك العمل ولم يكن حمزة يعلم بالأمر وحين عاد من عمله وجد المائدة مليئة بطعام وفاكهة وحلوة بينما تجلس زوجته حزينة تبكي وعلم منها أنها دعت أولادها ولكنهم اعتذروا عن الحضور بحجج واهية فقرر أن يترك العمل وبعد أيام اتصلت زوجته بالأولاد وأخبرتهم أن حمزة مصاب بكورونا وحالته تسوء يوما بعد يوم وبعد أيام أخبرتهم بأنه انتقل إلى المستشفى وطلبت منهم المجيء لرؤيته لكنهم اعتذروا خوفا من التعرض للإصابة وبعد مرور شهر أخبرتهم الأم أن زوجها توفي وأنها محجورة في شقتها وبعد أسبوعين أخبرتهم أنها سليمة وليست مصابة فحضر الأبناء يبكون ويرتدون ثياب الحزن بينما كان حمزة يجلس مختبئا في إحدى الغرف وبعد أن قرأوا الفاتحة على أبيهم أخرجوا أوراقهم لاستلام الإرث حيث كانوا في فترة حجر والدتهم قد قسموا كل شيء بينهم ومنحوا لأمهم الشقة فقط فتوسلت إليهم أمهم لينتظروا حتى الأربعين ولكنهم رفضوا وحين انتهوا من التوزيع خرج عليهم حمزة وطردهم ثم انتبه لنفسه بعدما علم بأنه كان يربي أربعة أبناء لا خير فيهم فباع أملاكه وقرر تعمير آخرته فبنى مسجدا وتكفل بأيتام وأرامل وتفرغ للعبادة وعمل الخير هو وزوجته التي ابتسمت وقالت له الآن لا أخشى الموت وأصبح قلبي مطمئنا فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا عبد الله رجل صالح يعمل فراشا بإحدى المدارس بعد زواجه رزقه الله بابنين من الذكور فقام بترتيبهما والإنفاق عليهما وعندما التحق بالجامعة باع قطعة أرض له كان يقوم بزراعتها مع عمله بالمدرسة لينفق على تعليم ابنيه وبعد أن تخرج لبنان من الجامعة وتوظف ترك والديهما وعاش كل منهما مع زوجته ونسي والديهما تماما وعندما ضاق الحال بالأب أرسل إليهما ليساعداه فوافق لبنان على إرسال مبلغ شهري له ولأمهما بشرط أن يترك عمله بالمدرسة لأنه يمس كرامتهما فرفض الأب وعاد لبنان لزوجتيهما وعندما ذهب الأب لصلاة الفجر بالمسجد سمع بكاء طفل بالقرب من باب المسجد وإذا بطفلة حديثة الولادة تبكي داخل لفافة فأخذها وذهب لبيته ثم توجه للقبلة ودع الله لها بالصلاح وسماها فاطمة وأوصى زوجته بها وذكر لها قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة ثم عاد للمسجد لصلاة الفجر وبعد ثلاثة أيام عندما أخبر ناظر المدرسة بما حدث وهبه محلا لتجارة الغلال ليساعده على تربية فاطمة فاتسع رزقه وأصبح غنيا وكانت فاطمة من أسباب ثرائه وبعد ستة عشر عاما وفاطمة في المرحلة الثانوية فوجئت بزوجة ناظر المدرسة تخبرها بأنها ليست ابنة لوالديها وأن الذي رباها كان قد وجدها قبل ستة عشرة سنة أمام مسجد فذهلت فاطمة وبعد أن أفاقت من دهشتها ذهبت إلى بيتها وقبلت رأس والديها وأخبرتهما بأنها عرفت الحقيقة وأنها ستظل معهما تخدمهما وتحاول رد جميلهما ففرح عبد الله وزوجته وبعد أيام توفي عبد الله وجاء ابناه يطالبان بالميراث فشعرت فاطمة أن لا مكان ولا مال لها وعندما حضر محامي عبد الله قرأ وصيته التي كتبها قبل مماته وأخبر لابنين أن والدهما كتب أمواله وممتلكاته لفاطمة ولزوجته ولا شيء لهما بسبب عقوقهما وأخبر المحامي أن فاطمة ليست ابنة لوالديهما فابتسمت فاطمة في هدوء ثم دعت لعبد الله بالمغفرة وقالت للمحامي أرجوك أعطهم حقهم الشرعي فيكفي أنهما ابن أعظم رجل أحببته قال المحامي إذن لك ثلث المال فقط تم توزيع الميراث وشعر لبنان لأول مرة بحب فاطمة وأنها أختهما بالفعل وأصبحوا أسرة واحدة وكانت فرحة الأم فرحة كبيرة تمنت لو أن زوجها عاش معهم هذه اللحظات الجميلة وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا